بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدين وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن له حق علينا وسائل المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين يا أكرم الأكرمين قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوحاب أجزل الله له الأجر والثواب في رسالته القواعد الأربع بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم فالإقرار بأن الله هو الخالق المدبر لا يدخل في الإسلام لأن المشركين كانوا مقرين بذلك ومع هذا فهم في النار كما أخبر الله جل وعلا إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومعواه النار وما للظالمين من أنصار فهم إنما عبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفة فلماذا تعرف أنه لا ينفع ولا يضر ولا يملك الضر والنفع ولا الرزق ولا تدبير الأمور إلا الله فكيف تتوجه أيها المشرك تتوجه إلى غيره من المخلوقين وأنت تعلم أنهم لا يملكون هذا الشيء وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى فلماذا لم تتوجه إليه وهذا هو الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وهو الأمر بعبادة الله وحده وهو سبحانه وعد من توجه إليه أن يقبله فلماذا تتخذ وسائط بينك وبينه لولا أن الشيطان هو الذي غرك وخدعك وهو عدوك فكيف تطيع عدوك وتعصي ربك نعم أحسن الله إليكم قال الشيخ رحمه الله والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون نعم الله جل وعلا أخبر أنهم إذا سئلوا عن هذه الأمور فإنهم يقرون بها لله سبحانه وتعالى ولكنهم يخلطون عبادتهم ويخلطون اعتقادهم بالشرك في المخلوقين بحجة أنهم يقربونهم إلى الله زلفة وأنهم يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى فلم ينفعهم ذلك ولم يقبل منهم ذلك هذا الاعتذار فلماذا لم يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة وهو قد فتح بابه للسائلين ليلا ونهارا فلماذا يتوجهون إلى المخلوقين ليشفعوا لهم عند الله الله جل وعلا لم يأمرك بأن أن تتخذ بينك وبينه وسائط ليشفعوا لك عند الله الله قريب مجيب يسمع الدعاء ويجيب السؤال ويعطي العباد من رزقه وخيره فليس بحاجة إلى أن تتخذ بينك وبينه وسائط يقربونك إلى الله زلفة كما يقول المشركون ولهذا جاءت الرسل ونزلت الكتب بالرد على هذا القول ويبطاله وبيان أنه يبعدهم عن الله سبحانه وتعالى ولا يقربهم من الله كما قالوا ليقربون إلى الله زلفة هنا أحسن الله إليكم قال الشيخ رحمه الله القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة نعم يعلمون أنهم مخلوقون مثلهم لا ينفعون ولا يضرون لا يملكون النفع والضر وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى فلماذا توجهوا إلى عباد أمثالهم أو أضعف منهم ويطلبون منهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفة وهذه حجة المشركين قديما وحديثا أنهم إذا نهوا عن الشرك بالله عز وجل وأمروا بإخلاص العبادة لله حتى قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة الله جل وعلا فتح بابه ليلا ونهارا ووعد السائلين أن يجيبهم ووعد العاملين بالعمل الصالح أن يثيبهم فلماذا عدلوا عن هذا الطريق الذي فتحوا الله لهم واتخذوا طريقا فتحه لهم الشيطان والعياذ بالله أو شياطين الإنس والجن وحجتهم ليقربوهم إلى الله زلفة الله جل وعلا أمر أن ندعوه مباشرة ولا نجعل بيننا وبينه وسائط يقربوننا إلى الله زلفة نعم سنة الله إليك قال رحمه الله فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فسمعهم بهذا كاذبين وكفارا وهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة وهذه حجة باطلة فالله جل وعلا ليس بحاجة إلى أن تتخذ بينك وبينه وسائط يقربونك إليه زلفة وإنما أمرك أن تتوجه إليه مباشرة بدعائك بصلاتك بإبادتك شائر أعمالك والله قريب مجيب ليس بحاجة إلى أن تجعل بينك وبينه وسائط من الخلق وإنما هذه حجة شيطانية الشيطان هو الذي أمرهم بها وكذلك شياطين الإنس والجن إلى الآن يقولون هذه الحجة ليقربون إلى الله زلفة وعلى الأكس يبعدونهم عن الله عز وجل ولا يقربونهم إلى الله زلفة فالواجب على المسلم أن يتنبه لهذا وأن يخلص دينه ودعاءه وصلاته وسائر أعماله إلى الله جل وعلا مباشرة دون أن تجعل بينك وبين الله وسائط أحسن الله لكم قال رحمه الله ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله نعم يدعون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يعني تخذونهم وسائط بينهم وبين الله والله جل وعلا أنهى عن هذا وأمر بدعائه وحده لا شريك له بين العبد وبين ربه ليس بحاجة إلى وسائط من المخلوقين كما أن الملوك لا بد أن يتخذوا وسائط بينهم وبين الرعية الله جل وعلا أمر بعبادته وحده لا شريك له وأمر بدعائه دون وسائط بينه وبين عباده أمر بدعائه وحده ارفع حوائجك إلى الله امدد يديك إلى ربك وادعه وأكثر من دعائه والله قريب مجيب كلما دعوته أحبك وقربك ولست بحاجة إلى هؤلاء الذين تسميهم شفع بينك وبين الله بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أجمعين